بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين نرحب بالحضور وتتشرف وحدة البحوث والدراسات التابعة لوكالة الكلية للبحث العلمي والابتكار أن تستضيف سعادة الدكتور ليس خريس أستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وله العديد من البحوث في المجلات العلمية ذات التصنيف العالي ومحكم معتمد في عدة مجلات أجنبية ودولية فأهلا وسهلا بسعادتك دكتور ليس اتفضل أهلا فيك دكتور طيب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا يمكن ما في داع أعرفكم عن حالي يمكن الدكتورة حيات أعطتكم نبضة مختصرة عني أنا أعضاء التدريس باحث وناشر علمي محكم معتمد في العديد من المجلات الأجنبية بشكر الحضور الكريم على حضور هذه الورشة التعليمية القيمة والمفيدة إن شاء الله وبسعدني أكون موجود معاكم في هذه الأمسية الثقافية ولكم مني تحية مسائية عطرة ممزوجة بمحاضرة توعوية توعوية تثقيفية تمهيدية وتحفيزية في مجال البحث العلمي عنوانها التوعية بأهمية البحث العلمي في مسيرة الطالب الجامعي هدف هذه المحاضرة من اسمها وأنا كنت متعمد أني أستخدم كلمة أو مصطلح التوعية لأن التوعية بتحتوي على نقاط بتحتوي على معلومات بتحتوي على مصطلحات ومفاهيم مهمة إن شاء الله رح أسلط عليها الضوء في مجال البحث العلمي اللي إن شاء الله رح تكون مفيدة للطالب الجامعي بأسلوب بسيط وواضح ومفيد بعيدا عن الملل خلينا نحكي حتى تكون بمثابة رودباب أو خارط الطريق واضحة بتشجع فيها الطالب الجامعي الآن في مرحلة البكالوريوس وأكيد في مجموعة كبيرة الآن من طلاب البكالوريوس عم بسمعوني وبحضر هاي المحاضرة إنهم يركزوا على موضوع البحث العلمي خلال مسيرتهم التعليمية لأنه أنت عم تدرس أربع سنين فخلال الأربع سنين يعني لازم تركز أو خلينا نحكي لازم تدرك أهمية البحث العلمي وآثاره الإيجابية اللي رح ترجع أو رح تعود عليك أنت كطالب جامعي وعلى مجتمعك وعلى بلدك طيب في البداية رح نحكي على المحاور الرئيسية لهذه الورشة التدريبية رح عنا يكون أكتر من محور ورح نركز عليهم ونتعمق فيهم in more details step by step رح نبدأ بwhen is a person called a researcher اين تا الشخص ممكن أسميه باحث what is undergraduate research شو هو البحث العلمي why students should conduct a scientific research ليش الطالب لازم يعمل بحث علمي advantages of doing a scientific research for a student مزايا إجراء البحث العلمي للطلاب رح نحكي عن برضو اللي هي the qualities of a good researcher صفات الباحث الجيد برضو رح يكون أحد المحاور اللي هي لتركز على the importance of scientific research for society and country أهمية البحث العلمي بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للدولة برضو رح نحكي عن scientific research in the kingdom of Saudi Arabia رح نحكي عن برضو أهمية البحث العلمي في المملكة العربية السعودية وهي برضو نقطة مهمة جدا رح نحكي عن the effects of scientific research on society آثار البحث العلمي بالنسبة للمجتمع رح نحكي عن the concept of scientific publishing مفهوم النشر العلمي رح نحكي عن the most important international publishers أهم الناشرين العالميين رح نحكي عن برضو the most important means of scientific publication تمام؟ أهم الوسائل النشر العلمي رح نحكي عن successful steps toward a publishing process خطوات ناجحة نحو عملية النشر العلمي رح نحكي عن arbitration process steps اللي هي خطوات عملية التحكيم وفاينلي رح نحكي عن the practical application in the field of scientific research at this point أنا يعني رح أعطي some examples about peer-reviewed scientific journals فأنا رح أعطي بعض الأمثلة عن مجلات محكمة ورح تكون مجلات محكمة باللغة العربية حتى تكون الصورة clear and simple وتكون واضحة للجميع طيب أوكي let's get started بحلينا نحكي أنه الآن أنا رح أبدأ بمفاهيم مهمة لازم يدركها الطالب الجامعي الآن وياريت الكل يركز معي وتحديداً رح نبدأ بأول سؤال اللي هو when is a person called a researcher إنت أنا ممكن أسمي الشخص بحث علمي a researcher بحكيلي is a person engaged in conducting research يعني هو الشخص الذي يمتهم ويشارك في إجراء البحث العلمي وهذا الشيء طبعاً شائع بين طلبة الجامعة أساسة الجامعة المعاهد ومراكز البحوث العلمية في مختلف المجلات طيب الآن برضو في عندي سؤال مهم جدا what is undergraduate research يعني هي عملية تقصي المعلومات وجمحها بأسطوب علمي منظم وتنصيقها للحصول على معلومات مرتبة وتدوينها في الأبحاث العلمية الجامعية التي تهدف للحصول على درجة علمية أو تطلب من الطلاب خلال المراحل الجامعية للتعرف على موضوع معين واكتشاف المعرفة ولتأهيل الطالب من كتابة بحث التخرج طبعاً هذا الحكي كله بتم من خلال مناهج البحث العلمي طيب باختصار حياة الطالب الجامعي أكيد بدرس عدة مقررات ومن ضمنها بدرس كورس بي research methodology وهذا الكورس بيستفيد منه في كتابة أو خلينا نحكي طرق كتابة البحوث بتعرف على أساسيات مهمة جداً في كتابة البحوث ومن ضمنها ممكن يستفيد منه في كتابة بحث التخرج في مرحلة البكالوريوس وبرضه ممكن research methodology خلينا نحكي أنه لو الشخص برضه كطالب جامعي بدرس master degree ممكن أنه يستفيد منه في مرحلة الماجستير أنه ممكن يشتغل أبحاث أو ممكن يشتغل رسالة الماجستير فبالتالي موضوع البحث الجامعي ممكن يشمل عدة مراحل سواء كان طالب بكالوريوس أو طالب في مرحلة الماجستير طيب شوفوا السؤال الثالث برضه ياريت كل الطلاب اللي بيسمعوني يعني المحاضرة هاي بتفيدكم يعني بعدة جوانب مهمة جداً أنه السؤال هذا مهم بيحكي لك why student should conduct scientific research يعني ليش الطالب لازم يعمل بحث علمي طيب الآن ممكن أنت كطالب تحكي أنا ليش بدي أعمل بحث علمي وأكيد منكم يعني كل آياتكم بتسألوا هذا السؤال طيب أنا بدرس عدة مقررات وأنا مطلوب مني مثلاً مشان أتخرج أخلص 134 ساعة وأجيب GPA معدل كويس and so on طيب الكلام هذا ممتاز بس at the same time لازم تفكر في موضوع البحث العلمي الإجابة على هذا السؤال رح يكون من خلال النقاط الآتية اللي احنا رح نناقشها طيب أول نقطة بحكي لك أن البحث العلمي بساعد الطالب على معرفة تفاصيل تخصصه أكثر البحث العلمي بساعد الطالب بعد إنهاء دراسته أنه بحدد مساره العملي بشكل صحيح وين توجهاته؟ هل ممكن أنه أنا أفكر أني أصير مثلاً معيد في الجامعة بعدين أكمل master degree وأكون أستاذ جامعي ولا ممكن أني أركز على أني أصير مثلاً في مجال الأعمال الحرة أو أكون موظف في شركة and so on فبالتالي برضو البحث العلمي ممكن يعطيك بعض المؤشرات إنه كيف ممكن تحدد مسارك النقطة الثالثة بساعد الطالب التعرف على القضايا والمشكلات المهمة المتعلقة بمجال تخصصه وآلية تطويره طيب بالمختصر خلينا نحكي الطالب لما يعمل بحث أكيد رح يتعمق أكثر في دومين معين يعني لو الطالب مثلاً interested بالonline business أو interested بالe-commerce التجارة الإلكترونية فنتيجة تعمقه أو نتيجة قراءته لأبحاث دراسات سابقة مقالات علمية conference مؤتمرات علمية كل هاي الأمور رح تأدي لتراكم معلومات ومعرفة وخبرة فالطالب بصير في مرحلة الباكالوريس ملم في هذا المجال بتابع كل ما هو جديد في تخصصه فبالتالي طيب شو رح يمعكس على هذا الكلام أنه ممكن يصير يطور نظريات معينة ممكن يطلع بأفكار علمية ممكن يطلع بميكانيزم معينة من خلال نتائج البحث اللي ممكن إيش يوصل إلها خلال المرحلة الجامعية طيب Equalities of a good researcher يعني مواصفات الباحث الجيد خلينا نحكي أول نقطة امتلاك الرغبة والدافعية طيب لو أنت ما عندك رغبة ودافعية أكيد خلينا نحكي بغض النظر عن البحث العلمي لو ما عندك رغبة ودافعية لأي شيء ما رح تنجز أي شيء بحياتك صح ولا لا طيب فما باني لما يجي نحكي في موضوع البحث العلمي وحب العلم والمعرفة والشغف في موضوع البحث العلمي فلازم يكون عندك أكبر motivation أكبر دافع أنك إيش تركز في موضوع البحث العلمي طيب ممكن الآن تحكي طيب شو الصبر والاحتمال المقصود بالصبر والاحتمال أنه أكيد البحث العلمي لما عندك تكتب بحث سواء كان بحث علمي أنت بدك تنشره في مجلة علمية سواء كان بحث تخرج أكيد بحتاج للصبر ليش؟ لأنك بدك تبحث في عدة sources في عدة مصادر بدك ترجع على دراسات علمية بدك ترجع على آخر النتائج اللي تم التوصل عليها فبالعملية هاي كلها بحاجة إلى وقت بحاجة إلى بحث بحاجة إلى تحمل يعني مش بالسهول أنك ممكن توصل لأوراق علمية related للبحث أو related خلينا نحكي للموضوع اللي أنت بتكتب فيه هاي رقم واحد طيب رقم الثاني خلينا نحكي أنك أنت وصلت لهاي المرحلة بس مش معناته أنك وصلت للنهاية لأنك أنت بمجرد ما أنك تخلص البيبر لسه باستناك مرحلة ثانية تحكيمها وبعدين تشوف النتائج إذا كانت positive أنه يتم نشره أو ممكن تكون reject فبالتالي الموضوع ممكن بحاجة إلى صبر واحتمال عالي طيب برضو الذكاء في تحديد المواضيع وهذه نقطة مهمة جدا أنت لما تيجي تختار مواضيع في البحث العلمي يختار مواضيع trend شو يعني مواضيع trend يعني موضوع بتهم المجتمع الشركات المؤسسات الآن يعني في عندك قضايا مهمة بتخص الشركات بتخص المؤسسات فيها بشكل واسع وتنشر ورقة بحثية تمام تضاف إلى رصيدك في مجال البحث العلمي وممكن هذه الورقة البحثية تكون فائدة للشركات تكون فائدة لجامعات تكون فائدة لمؤسسات ممكن إيش تساعدهم مثلا في تطوير آلية العمل إلى آخرين طيب برضو لازم يكون عندك أنت موضوع الموضوعية والأمانة العلمية يعني الأمانة العلمية موضوع citation في موضوع التوثيق المصادر والاستشهاد بالدراسات السابقة يعني أنت مثلا عم تقرأ دراسات سابقة عم تاخد أفكار معلومات أو نتائج بحث من دراسات سابقة من ناس باحثين آخرين فالأمانة العلمية تفرض عليك أنك تذكر هؤلاء الأشخاص اللي أنت استشهدت مثلا بجملة معينة أو بنتائج معينة تمام فبالتالي هاي تندرج تحت الأمانة العلمية كباحث علمي لازم تكون من أحد المعايير كصفات تتوفر فيك طيب الآن بدنا نحكي عن the advantage of doing a scientific research for students شو هي المزايا اللي ممكن تعود عليك أول نقطة أنه أبحاثك العلمية زي ما حكيت قبل شوي أنه ممكن توصل لشرائح مستهدثة داخل المجتمع بشكل سريع ويتم الاستفادة منها فأنت لو تكتب مثلا في الإي كوميرس أو تكتب مثلا في الإونلاين بيزنس وإحنا نعرف العصر وإحنا عايشينه عصر الديجيتال ايكونامي الاقتصاد الرقمي فشي طبيعي جدا لو أنت لذلك هنا عملية اختيار المواضيع مهمة جدا أنك تحاول تكتب مواضيع تفيد المجتمع تفيد بلدك تفيد شركات تفيد مؤسسات ممكن يستفيدوا منها في تطوير العمل يستفيدوا منها في تطوير خدمات يعني مثلا ممكن أنت تطلع بمثلا نتائج معينة أو تساهم مثلا في تطوير خدمات تقدم عبر الانترنت أو طرق وسائل الدفع عبر الانترنت من خلال بحثك فبالتالي ممكن جهات معينة جامعة شركة تتبنى هذا البحث وتطبقوا عندها داخل هذا داخل هذه المؤسسة طيب بيجعل الباحث أو طالب الجامعي قادر على الاطلاع على آخر المستجدات في مجال البحث العلمي يعني بصير زي ما حكيت أنت أرضيت أول بأول في كل النتائج النظريات الدراسات اللي بتهم مثلا تخصصك أو المجال اللي أنت انترستد فيه طيب بتساهم في تقدم العلوم وتطورها وذلك من خلال الأبحاث العلمية التي تقام لتكشف تكشف حقائق جديدة أكيد الأبحاث ممكن تكشف حقائق جديدة ممكن تكشف نظريات جديدة ممكن تكشف إسهامات جديدة نتائج جديدة حقائق جديدة طيب حصول الطالب وهي برضو كمان نقطة بتهمكو خصوصا الطلاب اللي بسمعوني الآن أنه حصول الطالب على قبولات في مراحل الدراسات العليا ليقوموا بأبحاثهم العلمية طيب الآن أنتوا في مرحلة البكالوريوس أوكي طيب خلينا نحكي لو أنت تقدمت أو فكرت أنك تكمل دراستك مثلا حبيت أنك تكمل ماستر ديكري رحت أنت عبيت أبليكيشن لعدة جامعة مختلفة طيب عادة المرات بيكون طلاب الماستر مثلا في تخصص معين limited يعني عددهم محدود تمام فبالتالي بدكون فيه نوع من الـ evaluation للأبليكانس للأشخاص اللي بتقدموا لطلبات الدراسات العليا مثلا كالماستر ديكري طيب لو أنت كطالب مثلا خلينا نحكي نعمل compare مقارنة مثلا طالب بكالوريوس خلص مع شادة بكالوريوس جايب جي بي اي معدل وكويس تمام عامل اكتيفتي معينة وطالب ثاني خلينا نحكي جي بي اي كويس عنده عنده بس في عنده خلينا نحكي competitive advantage بدي أسميها ميزة تنافسية عن الطالب الثاني إنه عامل بحث طيب لما الاثنين يتقدموا اكيد لما يصير في عندك عملية evaluation اكيد رح تكون الادفانتج للشخص اللي عامل بحث الآن في مرحلة البكالوريوس فبالتالي بتكون إلو فرصة في موضوع القبول في الماستر دي جري أكبر من الشخص الثاني حتى لو كانوا متساويين بالجي بي اي تمام حتى لو كانوا متساويين مثلا في المعبد طيب فخلينا نحكي بخلاصة إنه student with research is better than nothing اكيد الستودنت لما يكون عامل research بيكون أحسن من ولا شيء لأنها تنحسب في رصيدك بتساعدك إنك يكون عندك فرصة أكبر في موضوع الدراسات العليا برضو خلينا نحكي لو أنت كطالب فكرت في الحصول على منصب معيد نفس العملية أنت الألم تتقدم لمعيد مثلا في الجامعة طيب أكيد تتقدم تتعبي طلب معين وترفق شهاداتك وبدأ تحاول ترفق كل شيء أنت عملته خلال الأربع سنين إنجازاتك سواء مثلا دورات اشتركت فيها إنجازات مختلفة طيب نفس العملية لو إجاني أنا شخصيا معيد أو مثلا طالبين مخلصوا باكالوريوس طالبين مخلصين باكالوريوس عندهم تقريبا الجي بي اي متعادل إنجازات متعادلة خلال مرحلة الباكالوريوس دورات ما بار هذا الشخص تقابل وتعمل وطالب وأكيد رح تختار الشخص اللي هو عامل بحث علمي ليش لأنه رح يكون في عندي هون رسالة أنا كشخص لما أجي عمل بقين هذا الشخص إنه متعمق في تخصصه فهو قادر إنه يكون معيد ملم في تخصصه قادر إنه ينطلق بعدين لمرحلة اللي هي الدراسات العلية الماستر أو الدكتورة فشوفوا إدراك أهمية البحث العلمي في المرحلة الحالية مرحلة البكالوريس لا تستهين فيها طيب برضو هاي الأبحاث بتعمل على إكساب الباحث أو طالب الجامعي بصير عنده ثقة بنفسه وعنده قدرة على أعداد أبحاث علمية تنشر في أفضل المجلات والمؤسسات العلمية طيب برضو من ضمن الأدفانتيجز يعني الأدفانتيجز إدراك أهمية البحث العلمي بالنسبة للطالب الجامعي يعني ممكن تحصل على وظائف مختلفة أنتو بتعرفوا سوق العمل الآن بعتمد على المهارات فأنا لو عدي عمل عندي فأكيد بدي أحاول أشوف شو الشخص المترشح لوظيفة معيد على سبيل المثال زي ما حكيت قبل شوي ممكن تكون له فرصة أكبر في الحصول على هذه الوظيفة نتيجة أنه في بحسابه أو بالكريدت تبعه في عامل أبحاث علمية مقابل شخص آخر تقدم لنفس الوظيفة لا يمتلك أبحاث علمية طيب Learning Skills مهارات مختلفة يعني Communication Skills Team Work Leadership Skills Time Management Skills لأنك أنت ممكن تشتغل بحث علمي ضمن مجموعة فبالتالي رح يكون في عندك Communication Skills ممكن أنك تعملها Improve تحسنها موضوع للقيادة موضوع أنك كيف تتعاون ضمن فريق عمل واحد Time Management برضو مهمة جدا يعني تعرفوا أنت إدارة الوقت مهمة جدا وليش نحن نسميها مهارة لأنه مش الكل يمتلك هذه المهارة فبالتالي كل هاي Skills لو كانت عندك خلينا نحكي بال Low Level بالحد الأدنى ممكن من خلال إجراءك للبحث العلمي تمام ممكن هاي Skills تتحسن وخلينا أعطيكم مثال أكيد أنتوا في البداية أول ما دخلتوا الجامعة وبدأتوا خلينا نحكي بأول مستوى أو مستوى ثاني ثالث رابع كل مستوى أكيد The Skills أنتكم كانت تتحسن صح؟ ليش أنتكم عم تشتغلوا مثلا Project لCourses أو لمقررات معينة صح؟ ولا لا فالProject لما تشتغلوا أنتم مشروع لمقرر معين راح تشتغلوا as a group كمجموعة فبالتالي أكيد راح تكتسبوا مهارات من خلال مشاركتكم لهذه المجموعات صح؟ ولا لا فبالتالي أكيد راح تكتسبوا عدة مهارات طيب برضو Building a name in scientific research domain يعني راح يكون عندك scientific production يعني راح يكون إليك اسم في محركات البحث العلمي في الdatabase الخاصة للباحثين زي Google Scholar and so on Improving knowledge راح عندك تتحسن مفاهيم مصطلحات جمل ممكن تعبر فيها عن تخصصك تطبقها في واجباتك بcase study بكورس خاص بProjects كل هاي الأمور كمعرفة كمعلومات كخبرة راح تفيدك في مجال تخصصك بشكل كبير جدا ليش؟ لأنه انت ما راح تضلك خلينا نحكي بدأ شبه الكورس أو المقرر اللي انت بتدرسه كبوكس كصندوق داخل فريم معين راح تضلك انت داخل فريم معين طيب as long as انك انت راح تضل ضمن هذا الفريم معناته الانفورميشن أو معلوماتك راح تكون limited محدودة لكن لما انت خلينا نحكي thinking out of the box تطلع من خارج هذا الصندوق تصير تبحث مصادر تقرأ دراسات أبحاث مقالات علمية تتخصصك أوتوماتيكلي تلقائيا معرفتك راح تزيد أكيد معلوماتك راح تكبر أكيد خبرتك راح تزيد في تخصصك أكيد نظرتك حتى لتخصصك راح تتغير تمام طيب راح نحكي برضو عن improving English language برضو مصطلحاتك من English راح تتحسن تمام يعني حتى لو أنا مثلا خلينا نحكي أنا طالب بكالوريس بدرس باللغة العربية أوكي راح تحكي لي طيب ما هو اللغة الإنجليزية مهمة وكيف هي أداء أو شو هي الفرصة اللي ممكن أحسن فيها لغتي الإنجليزية أنت الآن لما تيجي تقرأ أبحاث والآن تعرف العملية الترانسليشن أو عملية الترجمة الآن في الوقت الحالي سهلة جدا أنت في عندك أدة برامج ممكن من خلالها الترجم من أي لغة إلى اللغة العربية غير زمان سابقا كان الدكشنري القاموس ممكن الزملائي بتذكر وأنه كان حتى موضوع الدكشنري كان عبارة عن كتيب صغير وتصير تدور على الكلمة فالعملية كانت صعبة الآن يعني بكليك واحدة على الماوس عملية الترجمة بتكون عندك بلمح البصر فبالتالي أنت تكتسب مصطلحات في تخصصك طيب الآن بدنا نحكي عن يعني أهمية البحث العلمي للمجتمع وللدولة طيب أهمية البحث العلمي عادة تبرز بازدياد اعتماد الدول على منهج البحث العلمي إدراكا منها بمدى أهميته في تحقيق التقدم والتطور الحضاري واستمراري والبحث العلمي يعتبر مرتكز ترتكز عليه المجتمعات وهو النواء الأساسية اللي بترتكز عليها البلدان المتقدمة الصناعية وحتى النامية وتتسارع الدول فيما بينها للحصول على أسبقية العلم والاكتشافات العلمية اللي نحن نسمحها بين الحين والآخر يعني خلينا نحكي عادة الدول سواء كانت دول صناعية متقدمة سواء كانت دول نامية بتحاول نتسخر كل إمكانياتها وقدراتها ومواردها ومصادر داخلها المتنوعة تمام اللي بتمتلكها حتى تحصل على لقب اللي هي الدولة المتقدمة في مجال العلم والتطوير والبحث العلمي طيب فكمان مثلا بتخصص عادة الدول بتخصص جزء من جي أم بي أو بسمول Gross National Product أو نصح التعبير بالعربي الناتج القومي الإجمالي تمام بتحاول بتخصص جزء منه لخدمة العلم والعلماء حتى أصبح الآن ما يسمى بالتصابق المعرفي والتكنولوجي بين الدول طيب أصبحت منهجية البحث العلمي وأساليب القيام بها من الأمور المسلم بها في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وانتشار استخدامها في معالجة المشكلات اللي بتواجه المؤسسات العامة والخاصة على حد سوا وأصبح البحث العلمي الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع والدول وتطور المجتمع وتطور الدول حتى في أندي علاقة قوية بين زيادة إعداد البحث العلمي للبحث العلمية وتنمية المجتمع الذي ينتمي إليه الباحث العلمي يعني رح نشوف عدة إنجازات مختلفة كدول متقدمة دول صناعية بتحاول إنها تعمل إنجازات تطوير في مختلف الميادين أكيد تتمد على موضوع البحث العلمي طيب الآن خلينا نحكي بدي أحكي شوية أرقام إحصائيات لبعض الدول عن حجم الإنفاق على الـ R&D ممكن البعض ما برح هو إختصار R&D اللي هو Research and Development طيب زي ما احنا شايفين أمامنا في أندي comparison case between 2002 and 2021 يعني نحكي about 20 سنة وتحديدا أنا بدي يعني أركز على دولة يمكن كل آياتنا ممكن نسمع عنها بالأخبار الاقتصادية اللي هي تحديدا الصين تمام طيب لو تشوفوا الصين بالألفين واثنين أوكي كان الإنفاقة على الـ R&D هي كانت في المركز الرابع بمعدل تقريبا 57.1 بليون دولار أوكي بالألفين وواحد وعشرين الصين وهي الملاحظة في الموضوع أنها انتقلت من المركز الرابع للمركز الأول تمام يعني بمعدل اللي هو ستمية وواحد وعشرين بليون دولار يعني 21 مليار دولار طيب في هذا في حقيقة الأمر بعود إلى إيش بعود إلى فكرة تركيز الصين على موضوع التطور والازدهار اللي انعكس على والنقل النوعية اللي وصلتها الصين في مجال التصنيع وتحديدها في الماس وتطور التكنولوجي في جميع المجالات غير طبعا المشاريع الريادية المتنوعة طيب برضو خليني أحكي لكم مثلا زي شركة أمازون احنا كلياتنا بنعرفها تقريبا تنفق سنويا 43 بليون دولار 43 مليار دولار على الـ R&D مايكروسوفت تنفق تقريبا 20 مليار جوجل تنفق تقريبا 31 مليار شركة أبل تنفق تقريبا 18 مليار دولار شركة هواب تنفق تقريبا 22 مليار دولار 22 مليار دولار طيب برضو مثلا خليني نحكي عن العملاق الصيني زي ما بيسموه عادة في النشرات الاقتصادية أو في الأخبار الاقتصادية أنه بيجي بحكي لك مثلا زي كورونا باندميك شوف بحكي لك أنا بحكي لك حتى من ناحية economy بحكي لك يعني تحديدا في أزمة كورونا عانت الصين رغم حجم الإصابات الهائل جدا نحن كن نسمع عنه عانت أقل من معظم دول العالم اقتصاديا أنا بحكي مع أنه الحالات الإصابات بكورونا كانت هي رقم واحد لكن اقتصاديا كانت أقل من معظم دول العالم طيب حتى صندوق النقد الدولي في عام 2020 توقع نمو الاقتصاد الصيني بـ 1.9% وتوقع أنه يصير عندي جلوب يعني انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 4.4% في دول متعددة صناعية منحكي زي أمريكا اليابان ألمانيا فرنسا دول مختلفة من أوروبا وشرب آسيا فكرة أن الصين ركزت أو أساسيات عوامل نجاح الصين أن الحكومة الصينية نجحت باحتواء الغارس ووضع خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع الجائحة وارتفاع درجة الوعي وممكن احنا كلياتنا شفناها درجة الوعي للمجتمع في الصين برضو كان في نوع من سياسة التحفيز الاقتصادي اللي هي المونتري بوليسي انصح التعبير اللي هي بسموها سياسة نقدية للبنك المركزي خفض الفائدة برضو كان فين دي زيادة الانفاق كان فين دي زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية وريادة الأعمال وريادة الأعمال طيب الآن يريد الكل يركز معاي أكثر الآن بدي أحكي عن سعودية آربية عن أهم الإنجازات للمملكة العربية السعودية في مجال البحث العلمي طيب يعتبر البحث العلمي واحدا من أبرز العناصر اللي بتعتمد عليها رؤية المملكة 2030 الهادف إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط والتحول إلى الاقتصاد المعرفي اللي هو knowledge based economic طيب رؤية المملكة بتهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمملكة وتصنيفات جامعاتها تمام مما يظهر أهمية دعم قطاع البحث والتطوير في السعودية خلينا أحكي أهم أهداف رؤية 2030 إنه الارتقاء من مركزنا الحالي الخامس والعشرين أوكي لعام 2015 حتى نكون إحنا بالتوب 10 countries في مؤشر التنافسية العالمية وتصنيف خمس جامعات سعودية على الأقل إنه تكونوا من ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي طيب الآن يمكن ورد لذي نكون اقتصادي المعرفة أو خلينا نحكي الترديشنال economy طيب إحنا عم نشوف إنه بكل دول العالم تحديدا والدول اللي هي بتركز على موضوع إنها كيف تطور من حالها في جميع المجالات إنها بتعمل shifting national economy بيعتمد على الأرض ورأس المال والعمال أما الاقتصاد المعرفة الآن بيعتمد على المعرفة الإبداع الذكاء والمعلومات فشوف مثلا بحكي لك حسب تقديرات بحكي لك إنه اقتصاد المعرفة معدل نمو 10% سنويا طيب هل نحكي شو يعني خصائص أو شو هي أساسيات اللي بيعتمد عليها اقتصاد المعرفة أول نقطة اللي هي الابتكار إنه يكون عندي نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية اتنين التعليم اللي بيعتمد على أساس الإنتاجية والتنافسية والبنية التحتية اللي هي بتعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصاد طيب خلينا زي ما حكينا على الأمثلة على موضوع الصين برضو في عندي بعض الأمثلة الآن يعني في ذهني عن إنجازات المملكة العربية السعودية خلينا نحكي مثلا زي شركة أرامكو شركة أرامكو في السابق كانوا الحفار ما بعرف إذا الحفار اللي بيستخدموه في حفر الآبار المفطية طبعا حجمه كبير جدا هذا الحفار هذا الحفار كانوا في السابق يستوردوه مثلا من بريطانيا أو من أمريكا الآن بتم تصنيعه في المملكة العربية السعودية تمام مثلا برضو في أزمة كورونا السعودية كانت من أكثر الدول تقدما على مستوى العالم في فن التعامل مع هذه الأزمة يعني عملوا بلان مش يعليها حطوا برامج معينة حتى يتكيفوا مع هذه الأزمة من خلال التطبيقات ومن خلال أدة وسائل مختلفة حتى يتعاملوا مع هذه الأزمة بكل احترافية برضو خلينا ننتقل لموضوع اللي هو التصنيع مثلا خلينا نحكي مؤخرا الآن مثلا بالـ 2025 الآن رح يتم إنتاج سيارة سعودية البراندين تابعها سير تمام يعني تكون سيارة كهربائية وبتم تصنيحها في المملكة العربية السعودية فبالتالي خلينا نحكي السعودية لما فكرت أنها تدخل في مجال تصنيع السيارات ما فكرت ما هو أنا بعتمد على البحث والتطوير ما فكرت أنها تنتج سيارة عادية بتشتغل على البنزين ليش؟ لأنه بتعرفوا عصر البنزين خلص عم بنتهي الآن الآن بركز على الالكترك كار ف خلينا نحكي السعودية كان فيه لها رؤية واضحة للدخول في مجال صناعة السيارات وتحديدا المستقبل لفيوتشر بحكي لك الآن صنع السيارات الكهربائية طيب برضو في مجال سمارت سيكي أو المدن الذكية منها The Line وبرضو في عندك مجالات يعني كثيرة جدا كنا بتعتمد على إيش المؤخص تعتمد على العلم المعرف التطور البحثي في مختلف إيش الميادين طيب برضو إحنا لسه مكمليين في مجال البحث العلمي في المملكة العربية السعودية أنه تم إنشاء عمادة باسم عمادة البحث العلمي في كل جامعة سعودية وأن تكون أهداف البحوث التي تجرى في الجامعات إثراء المعارف والعلوم في جميع المجالات المفيدة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا وأصبح التركيز على البحث العلمي هو استثمار إيش لونغ تيرم على أنه مجدن وطويل الأمد وفي عندي برضو تارغت اللي هو تنمية جيل من البحثين السعوديين وتدريبهم على إجراء بحوث أصيلة ذات مستوى رفيع عن طريق إشراك طلاب دراسات العليا المعيدين المحاضرين ومساعدين الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية طيب يعني زي ما حكينا شوي يعد البحث والتطوير عنصر حيوي بساعد المملكة العربية السعودية لتحقيق أهدافها لبعيدة المدى كما جاء في رؤية 20-30 إنها زي ما حكينا من قبل شوي تكون من أفضل عشر دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 20-30 وتتحسن مرتبتها إنها تكون بدل ما تكون 25 تصير في الدول التوب 10 للعشر أوائل برضو كنا نحكي من شوي إنه فيندي مكونان أساسيان لمؤشر التنافسية العالمية وبرتبطه بشكل مباشر في موضوع الأبحاث والتطوير ويمكن برضو للمملكة العربية السعودية إنها تقسم المؤشرين اللي احنا حكينا عنهم من خلال زيادة قدرتها التنافسية في موضوع البحث والتطوير كما جاء زي ما حكينا قبل شوي في رؤية 20-30 إنه وجود ما لا يقل عن خمس جامعات at least يعني five universities سعودي تكون من ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيخ العالم طيب الآن رح نحكي على الموست نوتيبل أدشيفمنتز إن رأي دي أو في سعودي عربية بحكي لك في عام 2015 نشرت المملكة العربية السعودية أكثر من 47 ألف ورقة علمية بين ألف وبين 2013 لل 2015 قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية بتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار طبعا هاي الخطة مولت بأكثر من 1852 مشروع في العلوم والتقنية ودعمت مشاريع بتقدر بأكثر من 3.2 مليار ريال سعودي لمشاريع متخصصة في العلوم والتقنية برضو جامعة الملك عبدالله العلوم والتقنية عملت وقف بقيمة 20 مليار دولار سمح هذا الوقت بإنشاء مراكز متخصصة وشركات صناعية تجذب أفضل المواهب في جميع أمحاء المملكة العربية السعودية إلى مراكزها البحثية التي يبلغ عددها 10 مراكز برضو جامعة الملك فهد للبترول المعادن في لها شراكة بحثية مع معهد مستشوسيتس في أمريكا للتقنية نتج عنه أكثر من 530 منشورا وجامعة الملك سعود أنشأت 10 مراكز وأربع معاهد تدعم برامجها البحثية والقائمة تطول من الإنجازات البحثية للمملكة العربية السعودية طيب الآن بدي أحكي عن The Effects of Scientific Research on Society آثار البحث العلمي على المجتمع والدولة أول نقطة بصير في عندي كالتشر أو ثقافة المجتمع بتخلق ثقافة علمية لدى المجتمع يعني بصير المجتمع مثقف أكثر في جميع المجالات وهذه الثقافة بتنعكس أنه ممكن يقدم معرفة جديدة في مختلف الميادين النقطة الثانية تقديم رؤية عن المستقبل والاتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفية ومدى تطورها يعني بتطور عند المعرفة المستقبلية وتحديدا من خلال Future Studies عالم الأعمال عالم الأعمال برضو برضو رح يلمس تطور واضح ومتنوع على جميع الأصعاد برضو البحث العلمي بلعب دور كبير في إثبات صحة النظريات الصحيحة وتصحيح النظريات الخاطئة وبرضو بلعب دور كبير في موضوع الاختراعات التكنولوجية اللي هي أصلا بتعتمد عليها اشتعتمد على الـ R&D في جميع المجالات يعني اختراع الأدوية أو تتمثل أهمية البحث العلمي في تنمية ودعم الاقتصاد تنمية الاقتصاد وتطوره اللي احنا شايفينه الآن التحول الاقتصادي اللي بتتحول أو خلنحكي بصير عندي shifting للـ Digital Economy اللي هو أصلا بتمد على Service Industry تمام اللي من خلاله بقدم خدمات طبعا غير المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية في تطوير الـ Business رح تزيد عندي يعني الأفكار الإبداعية في مجال تطوير الـ Business رح تزيد كل هاي الأمور اللي هي حكينا عنها تدعم الاقتصاد المحلي للدولة وتعتبر أحد أهم مرتكزات النمو الاختصادي ياللي بتدور ايش بتدور عجلة الاقتصاد وتعتبر أهم أدوات التوظيف الأمثل للموارد بكافة أشكالها طبعا هاي اللقطة برضو بتتبع ايش هلين نحكي أو تعتبر من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 تمام طيب برضو بصير عندي الوعي أكثر بين الناس من خلال جعلهم مواكبين لآخر المستجدات وتطورات المتنوعة واللي بتهم المجتمع بمختلف القطاعات وبصير عندي تكوين مراكز خبرة متخصصة في مجال البحث العلمي بمختلف التخصصات اللي بتساعد على نهضة المجتمع والمؤسسات في جميع المجالات يعني بصير عندي كولاكوريشن بتوين أو تعاون بين الشركات ومراكز الخبرة مثلا في حل مشاكل معينة في تطوير خدمات معينة تقديم استشارات إدارية متنوعة في مختلف المجالات المجالات طيب الآن حتى نوصل للإنجازات والفوائد يلي حكينا عنها سابقا ويلي رح بتعود على المجتمع بالفائدة والتطور لازم نفهم آلية النشر العلمي والطريقة السليمة والناجحة حتى نقوم بنشر بحث علمي ونلمس نتائج هذا البحث العلمي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع لك رح نحكي ما هو مفهوم النشر العلمي شو يعني النشر العلمي يعني خلينا نحكي بحكي لك هي العملية التي يقوم من خلال الباحث بنشر بحثه العلمي من أجل إيصال فكرته وبحثه العلمي للمحيطين به والمهتمين في مجال البحث العلمي من أجل أنه يقدم لهم معلومات مفيدة تساعدهم على فهم تطور البحث العلمي والفائدة التي قدمها بحثه العلمي لهم يعني باختصار لو أنا عندي فكرة بحثية جديدة أو تجربة جديدة أو بختبر نظرية معينة أو بطور فكرة أو بطور نظرية قائمة أو بختبر فريمورك معين بس خلينا نحكي at the end لازم في النهاية لازم أقدم new contribution لازم أقدم مساهمة لازم أقدم شيء جديد لازم أقدم إضافة جديدة يعني أعطيكم مثال بسيط لو أنا مثلا أم بكتب بحث الآن في تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية طيب هذا البحث اللي أنا بدي أكتبه الآن في الـ 2023 لازم at the end في النهاية لازم يقدم لي مثلا تجربة جديدة يقدم لي معلومات جديدة يساهم بفائد جديدة تضاف على آلية تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية الحالية حتى تكون نيزة تنافسية تمام ممكن مثلا قطاع البنوك يستفيد منها في تقديم الخدمات الإلكترونية مثلا لعملاء فبالتالي نما نيجي نحكي نشروا بحث علمي معناته رح يصير في عندي نقل للأفكار العلمية والأبحاث بشكل مقصود ومرتب على أسس نظريات الاستقبال والاتصال الفكري للباحثين الآخرين مقدما معلومات مهمة ومفيدة تساعدهم على إكمال أبحاثهم العلمية يعني خلينا نحكي باتصار أنه رح يكون عندي سيكوينس of ideas and theories يلي رح بتكون تمهيد للباحثين الآخرين حتى يكملوا مسيرتهم البحثية في مجال في مجال معين طيب الآن بدي أستعرض معاكم أو خلينا نحكي لمحة بسيطة عن أهم الناشرين العالمية ناخد عنهم فكرة بسيطة أول نقطة مثلا في عندي American Publisher مثلا زي IEEE زي Sage زي Wiley في برضو عندي British Publisher أو الناشر البريطاني زي Emerald Taylor and Francis في عندي مثلا Dutch Publisher from Netherland مثلا زي LCV في عندي مثلا زي Swiss Publisher أو خلينا نحكي الناشر السويسري مثلا زي MDPI هاي تعتبر من أكبر ناشر على مستوى العالم من حيث Open Access وتقريبا الخامس على ما أعتقد من حيث Research Output برضو في عندي الهنداء Group الهديكوارتر بلندن طيب خلينا نحكي الآن عن The Most Important Means Of Scientific Publication في عندي اللي هي Peer Reviewed Journals وفي عندي Digital Library ال Peer Reviewed Journals أو اللي هي بتكون بنشر الأبحاث العلمية في تخصص معين أو عدة تخصصات بعد أن يتم تحكيم البحث من قبل فريق التحكيم الموجود في المجلة لذلك هون جاء اسم فكرة إيش المجلات المحكمة تمام؟ طيب برضو في عندي اللي هي Digital Library اللي هي مواقع متخصصة بنشر الأبحاث العلمية اللي هون من خلالها الطالب ممكن يرسلها من أجل نشر بحثه العلمي Such as ACM Digital Library اللي هي which stands for ACM Association of Computing Machinery طيب خلينا أحكي الآن sources of choosing the research idea يعني مصادر اختيار الفكرة البحثية من وين دا تيجين الفكرة البحثية لو أنا كنت موظف في بيئة العمل من خلال ممكن مشكلات أو مواقف معينة أو موضوع معين ممكن أكون موظف بشركة مدير بشركة أو حتى أستاذ جامعي whatever يعني شو كان الposition تبعي وشو كان طبيعة عملي بس أتليس أنا بشتغل في بيئة عمل ممكن أتعرض لمشاكل مواقف مواضيع معينة تكون as a spark يعني تكون كشرارة أو شعلة لفكرة بحثية ممكن من خلال supervisor أو خلينا أحكي المشرف الأكاديمي أو عضو هاي التدريس ممكن تسأله في مجال معين تستشيره شو هي أبرز title العنوين اللي ممكن تكون انطلاقة لموضوع بحثي ممكن من خلال اللي هي conference أو المؤتمرات العلمية ورش العمل الحوار المباشر مع المهتمين في مجال معين الاهتمامات الشخصية خلينا أحكي الاهتمامات الاهتمامات الشخصية أنت مركز عليها أنت بإيش مهتم مثلا خلينا أحكي أنت مهتم مثلا بالbusiness intelligence أنت interested مثلا باليكميرس بالdigital marketing and so on وهذا رحكون مثلا big motivation أو الاهتمامات الشخصية هي أكبر حافز أنك هاد رحكون أنت شيء عندك فيه شغف أو حب أنك إيش تكتب فيه برضو ممكن تراجع أبحاث علمية تطلع على أبحاث متخصصة من مجلات علمية مختلفة تثير اهتمامات الباحث برضو الكتب المرجعية ممكن أنك تفيدك في مجال الأبحاث إيش في مجال الأبحاث الحديث طيب الآن بدنا نحكي عن الخطوات النشر العلمي نشر أي دراسة علمية في مجلة علمية بحتاج إلى اتباع الكثير من الخطوات وفي عندي شروط نشر البحث العلمي العامة والشروط الخاصة التي تفرضها ايش التي تفرضها المجلة طيب خلينا نبدأ بأول خطوة من خطوات إيش النشر العلمي الناجحة أول نقطة high quality research يعني لما أنت تفكر بدك تكتب بحث لازم تكتب بحث عالي الجودة يعني في عندك عادة شروط معينة حتى نسمي هذا البحث عالي الجودة أو high quality إنه بحثك لازم يكون أصيل لازم يكون جديد ما يكون مستهلك لازم يكون البحث فيه الأهداف قابلة للتحقق لازم يكون فيه له فائدة علمية في التخصص الذي ينتمي إليه سواء كان المجتمع الإنساني أو العلمي فبفترض عليك أنت كباحث أنك تتبع كل القواعد الأكاديمية الخاصة بكتابة البحث العلمي الذي تكون نتائجه نتائج بحثك لازم تكون صحيحة وتكون with evidence لازم تكون في عندك براهين على هذا البحث فبالتالي بحثك لما يكون أصيل أو جديد معناته بقدم معرفة بقدم معلومة جديدة خلينا نحكي مثلا new theories بقدم نظرية جديدة new experiment أو new results تمام فبالتالي ممكن يكون بحثك المختصر المفيد أو بالنهاية بقدم مساهمة جديدة في تخصص معين أو في مجال معين هاي أول خطوة خطوة ثانية how to choose how to choose the journal كيف أنت تختار المجلة إذن الباحث لازم يركز على اختيار المجلة المناسبة هاي رقم واحد والمجلة it should be trusted يعني لازم تكون موثوقة وتكون high impact لازم تكون تأثيرة عالية حتى تكون متخصصة في المجال العلمي طيب يعني لما أنا بدي أنشر لازم أنشر في مجلة تكون trusted تكون موثوقة هون الاختيار مهم جدا وتكون ال impact تبحها كويس وبرضو بهمني لسكوب تبع المجلة شو يعني لسكوب يعني مجال المجلة كيف يعني يعني ما بصير أنا بحثي بالعلوم الاقتصادية وأروح أنشر بمجلة بالعلوم الهندسية تمام يعني دائما وأبدا أنت كباحث لازم تطلق على السكوب تبعا الخاص بالجورنال تمام وتشوف هل بحثك من ضمن السكوب ولا out of the scoop إذا out of the scoop ما لاتوا بحثك رح ينرفض من البداية رح ينرفض فليش أنت تدخل هاي التجربة من البداية لا أنت هاول شوف شو هي السكوب الخاصة بالجورنال وتشوف أنه التايتل أو عنوان بحثك يتناسب مع السكوب طبعا بعض المجلات بتكون مسيلانيس أو خلينا نحكي بتكون عام لإكسبشن أنه بكون عندها السكوب فيها واسع يعني ممكن تقبل في العلوم الاقتصادية ومثلا في البزنس وفي الماركتين وممكن في العلوم الـ IT and so on يعني برجع هون حسب السكوب الخاص بالمجلة اللي هو بيختلف من مجلة إلى أخرى طيب أن يراعي الباحث العلمي الشروط الخاصة بالمجلة يعني قواعد وشروط الخاصة بالنشر أوكي يعني مثلا لما يجي نحكي عن font size font style حجم الخط نوع الخط لما يجي نحكي عن توثيق الدراسات citation شو هي الطريقة أو شو النمط style انت رح تتبعه مثلا هل رح تتبع IEEE format ولا مثلا رح تتبع APA اللي هو which is American Psychological Association طيب فبالتالي انت هاي الأمور it should be done لازم تعملها before you send your paper to the journal طيب النقطة اللي بعدها أو الstep اللي بعدها free of mistakes يعني لازم بحثك يكون ما في أخطاء إملائية ونحوية ولغوية هاي الأمور كلها لازم انك انت إيش تنتبع إلها ما يكون في عندك مثلا تعمل check على linguistic تعمل check على grammar mistakes يعني بالمختصر المفيد لازم تعمل proof reading أو اللي هو بسموه التدقيق اللغوي ممكن انت كباحث خلينا نحكي طيب الآن ممكن تحكي طب أنا مش مش شاطر حتى في اللغة العربية ممكن تحتاج للشخص حتى لو انت اللغة عندك first language is Arabic بس ممكن انك تحتاج لشخص متخصص باللغة العربية تعرض عليه البحث تشوف في قواعد يدقيق لك إياها لغويا نحويا مثلا إذا انت برضو بالإنجليش ممكن تستعين بشخص لو انت مش qualified في موضوع proof reading برضو هاي نقطة لازم انك ايش تنتبع لها وتعتبر من اهم قطوات النشر الناجح طيب برضو في عندي اللي هو template التزام بنموذج المجلة يعني الباحث لازم يشوف template الخاص بالمجلة تمام ولازم بحثه يتوافق مع template اللي احنا شايفينه فأنا أعطيتكم مثال بسيط بس هذا الموضوع يطول بس أنا رح اختصره قدر المستطاع يعني مثلا template شو بحكي لي هون خلنا نحكي هذا التايتل تبع الباحث انه مثلا font size زي ما حكينا قبل شوي مثلا لازم يكون 20 ball شوف مثلا author name يعني لازم يكون مثلا font size 11 ball مثلا الارقام لازم تكون introduction units مثلا خلنا نحكي الفقرات هاي اللي احنا شايفينها تمام مثلا لازم تكون font size مثلا 12 ولازم مثلا النمبر استخدم and so on keyword كيف لازم مثلا هون اكتبها بخط مائل زي ما احنا شايفين ولازم مثلا font size يكون مثلا 9 9 وهكذا هاي الشكل خاص بالمجلة انت لازم ايش تلتزم في طيب الان ممكن احنا انتهينا من كل هاي الخطوات تمام خلص البحث صار اندي ready يلا send to the journal نرسله للمجلة طيب انا ارسلته للمجلة العلمية بس عملك ما انتهاش يعني مش انو ارسلته للمجلة العلمية وخلص انسى الموضوع لا انت كباحث لازم تعمل follow up لازم تشوف بحثك انقبل طيب لو انقبل متى النشر طيب النشر رح يكون باي تاريخ باي عدد باي سنة فانت يعني لازم تكون عارف هاي الامور طيب خلينا احكي worst case او سيء بالموضوع لو بحثك الرفض بتكتعرف ليش شو سبب الرفض شو سبب الحقيقي للرفض لو انت ما عرفت السبب الحقيقي للرفض هيك بتحس انه الجهدك ضاع الفاضي والنتيجة final result انه بحثك ما النشر فبالتالي انت شو استفدت ولا شيء فعملية الفولو اوب خلينا احكي اذا كانت positive ولا كانت negative اتشد بيضان لازم تعملها حتى تكون مترك هل بحثك تم نشره طيب متى اي عدد اي تاريخ اي سنة اذا رفض واي شو السبب برضو في عنده هنا مكملين لكتابة مقدمة بحثية مثالية تمام تكون خلينا احكي تعطي انطباع اول عن الجهد اللي انت بذلته في بحثك فخلينا نحكي اجتهادك في تحرير البحث والتنسيقه بالشكل المناسب بيخلي المحكم او بدفع المحكم انه يعطي بحثك وقتا اطول في القراءة يعني بيكون المحكم الشخص اللي بدي يقرأ بحثك بيكون مهتم انه والله بشوف انا هذا البحث جدير اني مثلا اقرأ او اني اركز فيه مش اني مثلا ارفضه من البداية فبالتالي خلينا نحكي بعض الخطوات حتى تكتب مقدمة بحثية مثالية تمام اول نقطة ابدأ بمجال المشكلة واهميته رقم اثنين ابدأ من العام الى الخاص ومن الممارسات العالمية الى الاقليمية الى المحلية يعني ممكن انت مثلا للدراسات السابقة ترجع لدراسات سابقة ترجع لنتائج سابقة مثلا جلوبال بشكل عالمي مثلا دراسات صارت مثلا في اوروبا في امريكا بالفار ايست بعدين تنتقل مثلا اقليميا بعدين تنتقل ايش لدولتك محلية مثلا اذكر الشوهد والاحصاءات اللي بتأكد على اهمية ما ذكرت دائما خلي المراجع عندك حديثة تمام دائما نرتب الدراسات بالتسلسل الزمني لما تكتب للدراسات السابقة حاول تكون بالتسلسل الزمني من الاقدم الى ايش للأحدث ابتعد عن اطلاق الاحكام اقرأ فند الافكار واكتب ثم مارس دور الناقد لما كتب يعني حتى يكون عندك فكرة عن اللي انت كتبته وتعمل تقييم عن اللي انت كتبته لا تنتقل من فكرة الى اخرى وتعود للنقطة ذاتها يعني ما تعمل بسموها مثلا repeat sentence تظلعك تعيد تكرر بنفس الجمل التدرج في عرض الافكار برضو لازم يكون عندك بالتسلسل المناسب كيف تعرض افكارك استخدم لغة علمية اكاديمية ما رسل انك يجي تكتب لي كلمات ومصطلحات عمية هذا الشيء مرفوض تمام لذلك هذا لازم تعمل تطيق لغوي الربط بين اجزاء المقدمة بشكل مناسب ابتعد عن كثرة النقل من مؤلف واحد يعني خلي في عندك تنوع مش تركز لي على مؤلف واحد فقط لا الترقيم طيب برضو مراعاة القواعد الفنية للكتابة الاكاديمية وقواعد التوثيق والاقتباس طيب الآن خلينا نحكي او ننتقل الاربتراشن بروسس ستيبس او عملية التحكيم يعني خلينا نطرحها as a question what is going on in the backstage شو بصير عندي بالbackstage شو بصير عندي بوراء الكواليس انت كباحث علمي خلصت بحثك امورك تمام عملت تدقيق لغوي and so on شوف عملت التزامت بالتمبلت كيجي انت ترسل بحثك للمجلة العلمية فبيجي احد موظفين المجلة بيسترم هذه الدراسة بتأكد من موافقتها للشروط الشكلية اللي بتفرضها المجلة تمام بعدك انت بتنتقل لالnext step بتروح للمرحلة الثانية او المرحلة التانية بعدك بيجي موظف مختص بالمجلة الeditor او guest editor whatever بيرسل هذا البحث العلمي لأشخاص محكمين مختصين في هذا المجال بيكونوا expert تمام بيكون عندهم خبرة بيكونوا عندهم knowledge بيكون عندهم معرفة في التخصص البحث واكيد بيحملوا اعلى الشهادات فاكيد رح يروح لأشخاص محكمين بيكونوا qualified بالIT او بيكونوا qualified بالbusiness او بالdigital economy and so on يعني بيكونوا expert و specialist طيب المحكم بيجي دور الآن اللي بيقرأ البحث او الدراسة اللي هي وصلت له وبعمل report بعمل تقرير مختصة بعمل evaluation للبحث تقييم تمام يعني بيشوف هو قيمة البحث او وبعدها بيطلع بي outcomes الoutcomes عبارة عن four options تمام يأنه acceptance انقبل او major correction او minor correction او reject as a final decision الآن بيجمعوا التقارير من مختلف المحكمين طبعا بيتمد هذا حسب المجلة بعض المجلات في عندك محكمين اثنين في بعض المجلات ممكن يكونوا ثلاث فبتختلف هاي العدد من مجلة الى اخر فبالتالي القرار النهائي بصدور يأنه ايش مثلا بتم النشر يأنه ممكن في بعض التعديلات الماجر او الماينر او انه مثلا reject البحث كله طيب عملية التحكيم تعتبر من العمليات الاساسية والمهمة للغاية لأنه تضمن انه الابحاث صحيحة وموثوقة والمعلومات بتم مراجعتها بشكل دقيق البيانات صحيحة النتائج انت وصلت لها دقيقة وتم فعلا اثباتها with evidence او scientific evidence او ادلة علمية طبعا عملية التحكيم بد انبه لنقطة انتلعب دور كبير في تصنيف المجلات which is very important للمجلات يعني تصنيف المجلات مثلا في عند تصنيف المجلات q1 او q2 او q3 او q4 طيب الان هذا التصنيف بلعب دور كبير بشو انه المجلات تكون اكثر موثوقية فاكيد مثلا q1 اكثر موثوقية مثلا من q3 او q4 او q2 اكثر موثوقية من q3 او q4 الان هاد الموثوقية اكيد بتشجع الباحثيين سواء كانوا ساتف جامعيين او قلاب انهم يحصلوا على معلومات موثوقة لابحاثهم او لنشر اصلا دراستهم او ابحاثهم في هذه المجلات فالي quality of research هوني بركز على ايش بركز على المحتوى العلمي يلي موجود عندي في البحث انه بعمل new contribution بركز على quality of research بركز على جودة البحث هل بيقدم معرفة جديدة تمام وهل الابحاث مثلا برضو مهمة نقطها انه ابحاث ما تكونش مستهلكة يعني في بعض الابحاث بتكون مستهلكة وبتعيد نفس الافكار ونفس النتيجة ونسبة الاقتباس فيها مرتفعة جدا فأكيد طبيعي جدا انه هاي الابحاث ما رح يكون لها مكان للنشر مثلا في q1 او q2 او q3 على سبيل المثال تمام فمثلا مرات المجلات تيجي بتحط لك acceptance rate انه مثلا 10% او 15% 10% او 15% فبالتالي اكيد لما تحكي انت 10% او 15% يعني لازم تكون عارف ان القبول فيها صعب لذلك برضو نقطة مهمة جدا انه مجلات التميز مثلا في الجامعات بتكون مصنفة بين q1 و q2 طيب الآن بدي احكي بعض التطبيقات تمام احنا حكينا عفوا في بداية المحاضرة انه at this point راح اعطي some examples about peer reviewed journal تمام حتى تكون الآن الصورة اوضح بالنسبة للحضور الكرام طيب في اندي مثلا مجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشاملة تمام جورنال of university studies for inclusive research هاي المجلة تأسست مثلا في العام 2016 وبتنشر بالعربي وبالانجليزي والتخصصات فيها miscellaneous او متعددة مهندسة على علوم اسلامية سياسية ادارية اجتماعية وقانونية وتاريخية وفلسفية والعديد من التخصصات الاخرى طيب برضو في اندي مجلة ثانية المجلة برضو هاي المجلة بتنشر بالانجليش وبتنشر بالعربي واكيد الابحاث فيها عالية الجودة الآن بدي خليني انتقل ل الوبي صفحات المجلة بس اعمل الكشير حتى تكون طيب مثلا خلينا نحكي احنا حكينا في عنا المجلة لمجلة الدراسات الجامعية للبحوث الشامل لجورن المجلة للبحوث للبحوث طيب مثلا انا افت تعويب ساعة المجلة لاندي بحب الآن ببدأ مثلا انا كبحث مبتدئ شو باجي باجي باشوف مثلا مجلات النشر باجي بعمل باجي باجي باشوف مثلا هاي المجلة اللي بتنشر بي تخصصات في الادارة في علم الاجتماع في العمل الاجتماعي العلوم السياسية مثلا العلوم القانونية في الرياضة يعني هاي في العلوم الحاسوب في الذكار الصناعي متعددة شوف هون شو بيجي بحكي لك مثلا لغة النشر بيجي بحكي لك لغة النشر عربي وانجليزي طيب في عندي مثلا اللي هي شروط قواعد النشر باجي مثلا بنتقل الى انا بهمني هون كباحث انت لازم تدرك هاي الامور قبل ما انك ترسل البحث للمجلة تمام مثلا بيحكي لك انه الباحث لازم يرسل نسخة الالكترونية من البحث للمجلة طبعا يا انه بيستخدم الورد او البي دي اف طيب مثلا بيجي برضو الكي وورد لازم تستخدمها لكلمات المفتاحية يجب تقسيم شوفوا يجب تقسيم البحث الى عنوين رئيسية وفرائية يعني بيحكي لك انه مثلا هون عندك عنوان البحث الابستراكت الملخص الكي وورد الانتروداكشن المحتوى النظري الابروت اللي انت بيستخدمه الريزولت الريكمنديشن الريفرانسيز الابينديكس ان وجدت طبعا بيجي وان مثلا بحكي لك هاي برضو نقطة مهمة جدا يجب ان لا يكون البحث قد سبق نشره في اي دور من النشرة المختلفة يعني ما بصير انت بحث نشرته بمجلة ترجع تردشره بمجلة ثانية ما بصير نهائيا واذا صار هذا الحكي ممكن يسبب لك مشكلة فكتنتبه لهذه النقطة تمام يعني راح أنا ممكن يصير في عندي مشكلة في موضوع النشر العلمي يعني مش بصالحك هذا الحكي طيب برضو مثلا هوني بحكي لك يلتزم الباحث بإرسال البحث بعد التعديل وإجراء ملاحظات التحكيم آخر شيء مثلا بيجيك اللي هو خطاب القبول اللي هو الـ آخر شيء مثلا بحكي لك انه مثلا تم قبول بحثك وسيتم نشره مثلا في العدد كذا في تاريخ كذا طيب هاي بالنسبة مثلا هون كيفية مثلا إعداد البحوت مثلا لازم الصفحة الأولى شو بيحدد لك هاي الأمور يعني لازم تعملها مش اختيارية لازم يكون مثلا اسم الباحث المسمى الوظيفة الرطبة العلمية الإيميل المعتمد مثلا لازم تلتزم بحدود 250 كلمة الكي مثلا لا يقل at least مثلا يكون في عندك ثلاثة كلمات برضو البحث لازم يحتوي على المحتوى الرئيسي مثلا الملخص المقدمة المنهج زي ما حكينا قبل شوي مثلا الباحث يلتزم شوف يلتزم بصيرة المايكروسوفت مثلا وورد لازم مثلا تلتزم الموضوع التوثيق المصادر مش على كيفك تحط أي مصدر لا في ستايل معين اللي هو ال-APA تمام اللي هو ال-American Psychological Association برضو مثلا البحث ما يكونش تم نشره مثلا عدد صفحات البحثة برضو كمان مش تحكي مثلا بدأي أنشر أنا 40 و 50 و 60 صفحة لا مثلا هون محدد لك إنه مثلا لا يتجاوز الماكسيمم 30 صفحة مثلا بدك تلتزم بنوع الخط simplified Arabic مثلا font size مثلا يكون خط 14 and so on طيب هاي مثلا مجلة طيب بدأو أرجيكم كمان مجلة ثانية احنا حكينا عنها مثلا هاي المجلة حبيت أني أعرف مثلا publication فيزر الرسوم حبيت أني أشوف شو هي الرسوم بدأ أعرف شو هي رسوم المجلة لأن أنت لما تنشر بحث أكيد مش رح يكون فيها على الرسوم فبالتالي هون بحكي لك أن الرسوم المجلة مثلا 200 دولار على سبيل المثال طيب برضو هنا مثلا في عندي author guidelines اللي هي مثلا أمور لازم أنت تلتزم فيها الفورمات مثلا title format شوف مثلا عنوان البحث أنه لازم يكون مثلا bold font size 16 time new romans مثلا author name اسم الباحث لازم يكون font size مثلا 11 text مثلا لما تيجي تكتب التكست مثلا بكل فقرة خط 12 مثلا تلتزم فيها maximum number of pages should not exceed 25 to 30 pages maximum حكي لك مثلا maximum 30 صفحة مثلا فيه أمور هم مختلفة ممكن برضو السهول ممكن نحولها بالعربي مثلا في عندك هون شروط النشر في المجلة محتوى البحث زي ما حكينا عنوان الدراسة اسم الباحث اسماء الباحثين عنوان جهة العمل وين بتشتغل المنخص abstract مرات بطلبوه منك يكون مكتوب بالعربي وبالانجليزي keywords الكلمات المفتاحية لازم يكون عندك مشكلة والquestion research أو وسيلة الدراسة الأهداف الدراسة الcontent تبع الدراسة recommendation results references citations كل هاي الأمور لازم تكون موجودة بالشكل الصحيح هون مثلا بحكي لك بدك تلتزم بخط time new romans مثلا حجم الخط 14 عدد صفحات ما يزيدش عن 25 ملخص شوف هون الملخص هناك حاطلك إذا تذكروا في المجلية طبعا هاي بتختلف template بتختلف مجلية ثانية هون حاطلك من 250 ل300 كلمة هناك نحط لك الماكسيمم كم إذا بتشوفوا كان نحط لي هنا الماكسيمم على ما أذكر 250 شوف يجب أن تشمل على بحدود 250 كلمة أما هنا سامح لك لغاية 300 كلمة وبرضو بدك تلتزم فيها هنا بأثنان بيستخدموا اللي هو الAPA زي ما حكينا American Psychological Association style في موضوع citation توثيق البحوث شوف الشروط العامة لضمان هاي هاي برضو جملة مهمة جدا الشروط العامة لضمان الموافقة على النشر الاهتمام بأصالة المحتوى زي ما حكينا التأكد من عدم شوف الجملة هاي تكررت من عدم نشر البحث في أي مجلة هاي دائما بتشوف قوعك دائما انت لأنك تنشر بحث لمجلة ثانية وتودينا مجلة ثانية وانت أورادي ناشره وانت رح تسيبرك مشكلة والتأكد من اتباع أخلاقيات البحث في إيش في موضوع تقريبا أنا هيك وصلت إلى نهاية المحاضرة قبل ما إنه ناخذ الأسئلة لوحد عنده أي سؤال أو استفسار بس حاب أني أقدم كلمة شكر لكل من ساهم ودعم وشجع وحضر هذه الورشة التدريبية بدءا من سعادة عميدة الكلية دكتور خاند الشهري ووكيل الكلية للبحث العلمي بقيادة دكتور فهد الغامدي والزملاء الأكارم كلهم بلقبه واسمه وأكيد طلابنا الأحباء والأعزاء جميعا وإلى بقية الحضور الكريم فاللي عنده أي استفسار ممكن أو الحاب أنه يشارك يتفضل ما شاء الله يا دكتور ليس متميز دائما ومبدعك العادة والله بارك الله جود سعادتك يا دكتور تستمي دكتور شكرا لك الحضور الكرام ممكن أي حدا يشارك ما بعرف الحدا الحاب يشارك الحاب يسأل لأنه أنا عايزين المايك دكتور فيها حد طلب مايك آه طبعا عني ويوت يسلام عليكم دكتور طبعا الله يعطيك ألف عافية ساعة الدكتور ليس حقيقة أنا كنت مجهز مداخلة معينة ولكن صدخا والله ما شاء الله عليك يعني أهني طلابنا حقيقة أول شي لأنه طبعا مدخلاتك كانت رائعة جدا في الواقع وفعلا لم تترك لنا أي سؤال ولا أي مداخلة وفعلا الله قدمت هذه المحاضرة بضريقة رائعة جدا وهذا لا يدل إلا على شيء واحد وهو تمكنك في هذه المادة العلمية حقيقة وأنا لا أوجامل ولكن أنا أعلم أن لك باع في النشر العلمي على مستوى المجلات العالمية ولك طبعا على الـ Q1 وأيضا أنت محكم وأعلم وأعلم ذلك لذلك إحنا وجدنا ولمسنا شيء حقيقي وواقعي من خلال لمساتك دكتور ليت وأنت حقيقة إضافة رائعة لطلابنا ولكليتنا والله يعطيك ألف ألف عافلة وبارك الله فيك وهذا طبعا ليس مدح وإنما ثناء لما قدمت لنا ولا طلابنا حتى بنتي كانت متابعة جدا وكان عندها عدة استصلاف معينة فكأنك أجبتها عن بعض النقاط وهي في السنة في السنة الضابعة في الهندس في جامعة الإمام فأجبتها من خلال طرحك ما شاء الله فلم تدع لنا أي مداخلة حقيقة دكتور ليس الله يعطيك ألف عافية تسلم دكتور محمد تسلم دكتور محمد يعني أشكرك والله على هذا الثناء والشكر والله يعني بارك الله فيك يا دكتور أشكرك من كل قلبي لا والله على واجه هذا شيء طبعا حقيقي واقع دكتورنا الله يطبو العمك تسلم يا دكتور تسلم بارك الله فيك شكرا إليك ألف شكر إليك حياك الله دكتور حياكم الله حياكم الله دكتور دكتور محمد سلام عليكم تفضل لدكتور سلام عليكم عليكم تفضل لدكتور يعني حقيقة ببساطة أنا شاهدت فيك مجروحها دكتور ليس ولكن يعني ما رح أقول لك هي من أمتع هي أمتع دوره شفتها في البحث العليمي وكمية المعلومات اللي اللي طلقيتها في الجلسة خلال ساعة كاملة ساعة أو شيء صعب أنك تلاقيها عند حدا ثاني فأنا ممتن إليك صديقي وهذا مش غريب لأنه يعني أفتخر أحكي أنك أنت مرجعي رقم واحد في البحث العلمي وأنا دايما لما بحتاج أي شيء هو ملاذي حقيقة هو الدكتور ليس فأنا كان إلي شرف كبير أني أحضر هاي المحاضرة وشرف كبير أني صديقك ويحكوها جارك في المكتب كنت وما زلت وستبقى مرجع رقم واحد إلى في البحث العلمي ممتن إليك دكتور شكرا صديقي العزيز دكتور محمد شكرا إليك والله على هذا الكلام على هذا المدح والله بارك الله فيك يعني برضو أنا شاهدت فيك مجروحة بس والله بشكرك على هذا الكلام يعني اللي يفرج الصدر شكرا إليك دكتور في سؤال يا دكتور لو تسمح أتفضل يا دكتور الله يعاف فيك عندي سؤال هل يمكنك خريجة أقدم بحث علمية مسموح لي أو لازم أكون طالبة مقال على الدراسة وإيش شروط اللازم توفرها هي خريجة تخرجت ما بعرف هي حتى لو أنها تخرجت ممكن أنا تعمل بحث علمي وإيش شروط يعني سواء أنت كنت على مقعد الدراسة أو أنك تخرجت ممكن تعمل بحث علمي ممكن طبعا الشروط اللي احنا اللازم تتوفر زي ما حكينا بالمحاضرة من شوي يعني القطوات اللي احنا حكيناها طريقة اختيار المجلة أمور النقاط اللي احنا حكيناها من بداية المحاضرة إلى آخر شيء أنا ختمته كتطبيقات على موضوع البحث العلمي يمكن مين هي ضرة فوضحة الإجابة ضرة اللي هي فكرة أنه ممكن آه الإجابة آه ممكن كما على بحث علمي ما في مشكلة طيب فيه ناس بتسأل على الحضور يا دكتور ازاي الحضور آه هيكون من الزور ان شاء الله تمام اي اي تي حدا عنده استفسارات ثانية أنا لما بشوف المكتوب بتشاتك بصراحة كثير فمش عارف انه آه اللي بحبي يعمل برضو مداخلة ما في مشكلة شكرا لك يا طباب بسلم يا طباب آه الحدا عنده اي حاب يعمل مداخلة بالفويس ما في مشكلة كمان بس انه آه ممكن حتى اللي من خارج المملكة العربية السعودية ممكن دكتورة يحصل على شهادة صح ما في مشكلة بإذن الله آه بإذن الله آه ما في مشكلة ما في مشكلة في حدا يضل عنده أي استفسارات يعني ما تترددوا تبروها فرصة وأنا جاهز أني أرد على أي استفسار أنتو عمين آه تفضل يا منصور تفضل منصور منصور تفضل بإمكانك أنك تحكي عن طريق المايك يا منصور زي ما أنت حاب يعني ما في مشكلة المايك مقفول نفتح له منصور المايك مقفول مقفول أنه فتح عندك يا منصور شو مقفول أنه طيب فضل يا منصور السلام عليكم أهلا يا منصور تفضل كيف الحال يا دكتور باشترنا عنك أهلا فيك يا منصور يا دكتور بس حبيت أشكرك على المحاضرة الجميلة وكنت مركز فيها مية بالمية من أول ما بديت إلى النهاية بس حبيت أقول لك أن أغلب الطلاب ما يسئلون لأن شرحك كان واضح يعني تسلم يا منصور تسلم أنت طالب عندنا في الكلية كلية الدراسات الطبيقية أهلا فيك يا منصور أهلا فيك بالعكس والله يعني بسعدني أنه المعلومة وصلت شرحك كان جميل الصراحة وواضح جدا عشان كذا أغلب الطلاب ما يسئلون لأنه واضح ما يحتاج لي تسلم تسلم يا منصور تسلم يا منصور شكراً لك درا طبعاً ما في مشكلة هاي إيميل الجامعة ممكن من خلاله إنه لو حبيتي تستفسر أي شيء ما في أي مشكلة هاي الإيميل الخاص فيه الإيميل الجامعة ممكن تستفسر يعني لا أفو لا أفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور لايف أهلاً فيك دكتورة أهلاً بحدد تسمح لي يعني أشكر حضرتك على فعلاً المحاضرة رائعة أنا شخصياً استمتعت جداً 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 من طريقة الإلقاء التمكن ما شاء الله يعني ربنا يبارك في جهود حضرتك معلومات مش بس الطلبة اللي استفادوا منها أنا شخصياً يعني استفدت منها كتير جداً الطرح كان رائع ومميز وصراحة غطى كل الأمور شكراً جزيلاً لحضرتك يعني على مجهودك وعلى عرضك المميز يعني حقيقة الأمسية كانت ممتعة يعني دكتور محمد دعوني أنا أتفق معاه جداً إنه قال الأمسية فعلاً ممتعة جداً وشكراً شكراً جزيلاً دكتور ليس وشكراً دكتور حيات ودكتور محمد على اللقاء اللقاء الممتدة حقيقة يعني شيء مميز ونفتخر به ونفتخر إن حضرتك ذمين لنا يعني ربنا يبارك في حضرتك يا ربنا تسلمي تسلمي يا دكتور أشكرك والله على هذا الثناء وهذا المدح بارك الله فيك الله يخليك الله يخبرك هنفتح لصور أوكي تفضلي يا سارة سارة إيو إيوة معك أه تفضلي أول شيء حاب أشكرك دكتور يعطيك العافية ثاني شيء عندي استفساب بس بسيط هل في رابط يقدر يطلع نسب الاستنساء ويكون هذا الرابط موثوق يعني يس طبعاً في برامج مختلفة يعني ممكن خلال تقريف مثلاً نسبة الاستدلال أو نسبة الاقتباس بالبحث وبناء على أنت بتشوفي هل النسبة تتوافق مع شروط المجلة أو لا من البداية طيب فيه هل عندك يعني يعني مواقع يعني موثوقة طبعاً فيه مواقع مختلفة من ضمنها مثلاً برامج زي برنامج الشهير اللي هو الآيثينتيكيت من خلاله ممكن تحطي بحثك وتشوفي مثلاً نسبة الاستدلال فيه أو نسبة الاقتباس فيه سامة محضرة مسجلة إن شاء الله يزيني هي محضرة مسجلة نعم وما بعرف السؤال على رد سارة الآن ممكن برضو أفيدك سارة أنا في إيدي برضو قناعة اليوتيوب هي قناعة علمية وهاي القناعة العلمية من خلالها فيه فيديوهات أو شروحات بخصوص البحث العلمي وفيه برضو مواقع فيه موضوع أو برامج بتبين نسبة الاستدلال فممكن أنه تستفيد منها تمام ترجع للقناة الدكتور ليس إن شاء الله فضل يا رضا فضل رضا سلام عليكم حياة يا دكتور أهلاً وسلام بحضرتك وكل المنظمين اللقاء بس كنت حايت بس أفسر من حضرتك يعني على هذه الورشة بصراحة أولاً يعني بسني على حضرتك كتير فيها وسنائي طبعاً يعني متواضع جداً فجزاك الله كل خير يعني إحنا باحثين ودكتنا لكن برضو استفدنا من حضرتك كالليس صار أنا لو دخلت البحث بتاعي على برنامج أي برامج من البرامج بتاعت البلاجيريزم هل ده مش بيتحفز على البرنامج ولما جرسله للمجلة وهم يدخلوا على البرنامج يباني أن أنا عندي نسبة انتحال ألا أنت لما بدك تعملي مثلا تشوف نسبة الاقتباس أنت رح تدخليه على البرنامج أوكي تمام وبطلق لك النسب بطلق لك زي بيحدد لك النسب وبحدد لك كل شيء يعني كل التفاصيل اللي أنت بحاجة لإلها تمام الآن حسب ما فهمتم من سؤالك بعد ذلك أنت بتشوفي هاي النسبة بتتوافق مع المجلة أو لا تمام لا الجهاز يحفظه لما تيجي المجلة تدخله مرة تانية لا أنت آه فهمت عليك آه هلا بدك نتابع إلى نقطة أنك أنت تعمليه بمجرد ما أنك أنت مثلا أخدتي الريبورت مثلا بنسبة الاستدلال بتيجي بتعمليه دليت آه ما تخلي ما تخلي مثلا المحفوظ لا بتعمليه دليت فبالتالي بتكون أنت والبرامج دي متاحة مجانا يا دكتور بعد إذن حضرتك آه هلأ البرامج آه بتاعت الانتحال آه يعني إيطر واحد يهش عليه برنامج مجانا لا هاي عادة هاي عادة البرامج بتوفرها مثلا المؤسسات تعليمية زي الجانب آه تمام تمام أزيك الله خير أهلا الفكير فهمت لحضرتك شكرا لحضرتك أهلا الفكير دكتور أهلا أعتقد دكتور إلا خلست ما في مشكلة بس في سألوني على اسم القناة هاي اسم القناة موجود أمامكم هين بيني دكتورة أنا فاتح بيني الاسم بس أما دايما نحقول له رابط لو رابط حضرتك تبعته على الشيط لابط القناة آه لحظة شوي هلا ببعطينهم إياه مشان آه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة فهو ممكن تعملو كليك وتدخل على قناة موجود أشهر في نهاية اللقاء تتقدم وحدة البحوث والدراسات التابعة لوكالة الكلية للبحث العلم والابتقار بجزيل الشكر والتقدير للدكتور ليس على جهود والجبارة في محاضرة الليلة اللي كلنا فعلا استفدنا سواء كنا طلبة أو أعضائي التدريس شكرا جزيلا يا دكتور وإن شاء الله حدرتك هتوعدنا بلقاءات أخرى إن شاء الله يا دكتور العفو شكرا إليك ويعطيك ألف عافية كمان برضو على دعمك إلي في هذا اللقاء يعني بارك الله فيك الله يخليك يا دكتور شكرا جزيلا شكرا إلك ويعطيك ألف عافية عسل عسل